اشتركوا في القناة وذلك عبر المكالمة الهاتفية التي تلقاها سموه من آغا خان بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم كأس البحرين العالمي لسباق الخيلة كما تلقى سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة التهانية من صاحب السمو الأمير آغا خان بمناسبة فوز فريق فيكتوريوس بالمركز الأول في أربعة أشواط وتحقيق لقب كأس البحرين الدولي حيث أعرب سموه عن تقديره لهذه التهنئة التي حملت معاني الفرح والسرور وقدم سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة شكره وتقديره إلى صاحب السمو الأمير آغا خان الذي يعتبر من الشخصيات الغنية عن التعريف في عالم الخيل وله مكانة خاصة في العالم في العديد من البطولات العالمية متمنيا سموه للأمير آغا خان التوفيق والنجاح وأثنى صاحب السمو الأمير آغا خان على الرعاية الملكية التي تحظى بها رياضة الفروسية في مملكة البحرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والجهود البارزة التي يبذلها سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة في مواصلة تطوير رياضات الفروسية في البحرين والتي أكدت مكانتها العالمية عبر تحقيق العديد من الإنجازات في الفترة الماضية في السباقات العالمية الكبرى وهو نتيجة جهود سموه الجبارة متمنيا لسموه كل التوفيق والنجاح